السلام عليكم. شونكم طلاب. شاء الله تكونوا بخير. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تفعلوا بخير. لذلك اليوم نحن للمدارس الإعدادية الصف السادس الإعدادية. قطع الكتاب. قطعة الأولى قرأناها اللي هي لسن ثري. قطعة الثانية اللي هي ميكينج موني. ميكينج موني هي اللي هي يونت سيكس لسن تن درس العاشر. هاي القطعة الثانية المطلبة بالامتحانات. ميكينج موني يعني شون ميكينج موني يعني شون نستثمر أموال أو شلون نربح أموال وهكذا. أو شلون نسوي فلوس من خلال العمل وهكذا. زين. دعني نقرأ القطعة. ميكينج موني موني ميكينج موني موني. سو. انتبه على اللفظ. البرونونسييشن. سايبينج فالفتو. سايبينج فالفيوتر. سامتين. ذات. زين. ستوال. ناس. فرمانيرلي. ايج. يعني شنو. يقول لادخار للمستقبل. انتو تعرفون كلمة سايب. أو سايبينج. تجي ينقذ تجي يوفر تجي يحفظ اذا مصالحات الانترنت هنا بمعنى الادخار او التوفير التوفير للمستقبل هو شيء installed in us يعني متجذر فينا متأصل فينا مغروس فينا from an early age من عمر مبكر as children we learn not to spend all our pocket money at once but to put some aside to buy something bigger later on يعني شنو as children عندما كنا اطفال او كاطفال we learn not to spend all our pocket money يعني من احنا واطفال نتعلم انه not to spend لا نصرف all our pocket money كل مصروف تجي يب مالتنا يعني الطونية اهنة اقاربنا بالاعياد بالمناسبات تعودين انهم شنة قبل نتعلم انهم ما نصرف كل الفلوس اللي هو الطونية at once يعني دفعة واحدة مرة واحدة but to put some aside ولكن نضع بعضها يعني بعض النقود aside على صفحة يعني جانبا why ليش to buy something bigger later on كي نشتري شي اكبر فيما بعد يعني شنو انضم فلوسنا حتى بعديا مثلا يتجمع نتجمع نشتري مثلا فشي اكبر نحتاجه يعني مثلا كتاب عجبنا ريض نشتري مثلا لعبة عجبتنا بايسيكل مثلا موبايل وهكذا when we start work we are encouraged to put money into pension plans to save for our retirement so that we can continue to enjoy a good standard of living when we are older معيد when we start work يعني لما نبدأ العمل يعني قصة شوية نكبر نقوم نشتغل we are encouraged نحن شنو نشجع to put money into pension plans أن نضع أموالنا المن into pension plans إلى شنو نخلي أموالنا خطط التقاعد يعني نخطط أنه من نشتغل نخلي بعض الأموال جانبا شنو حتى باتش العقبة من نتقاعد to save for our retirement لنوفر لتقاعدنا زين so that we can continue to enjoy a good standard of living لكيشنو نستطيع and continue نستمر to enjoy بالتمتع بالgood standard of living بمستوى المعيشة الجيد when we are older عندما نكبر يعني احنا مثلا نستموظفين أو أنت موظف أو عندك دخل معين يجيك فيقول لازم تحط من عنده to put some aside يعني تضع منه من الأموال على صفحة على جانب ليش حتى من تكبر وتتقاعد صير كبير بالعمور حتى شنو continue to enjoy a good standard of living حتى تستمر بنفس المعيشة اللي شنو تعايشها وانت شان يجيك دخل نتحول للمقطع الآخر there are many ways in which we can make our money work for us هناك أدة طرق والتي من خلالها نستطيع شنو أن نعمل أو نصنع أو نجعل نعميك يجعل نستطيع أن نجعل أموالنا to work for us تشتغلنا شون يعني الأموال تشتغل لك يعني تستثمرها يعني تخليها مثلا بمصرف تجيك منها فوائد أو تشتري عقار يجيك منها مثلا أو تأجر يجيك إيجار أو تشغل بشركة وتجيك منها أربع وهكذا هذا يسمون making more money from making more from your money زين banks banks inform us of different types of savings accounts يعني المصارف inform يعني tell يعني يخبر تخبرنا أو تعلمنا بمختلف أنواع savings accounts accounts حسابات savings توفير with more or less interest the longer we leave our money with them يعني بفوائد interest فوائد less أقل more أكثر بفوائد أقل أو أكثر the longer we leave our money with them عندما نترك leave our money ونقود نا وياهم يعني المصرف هو اللي راح يخبرنا بأنواع الحسابات العديدة المختلفة اللي يعدهم بفائدة أقل أو أكثر بفائدة أقل أو أكثر حسب نوع الحساب كلما بقيت الأموال لديهم some savings accounts بعض الحسابات التوفير suit regular savers تناسب سوت هذا الفعل سوت بمعنى يناسب يناسب regular savers هذول المدخرين يعني الزبائن اللي يدخرون أموالهم بالمصرف regular منتظمين يعني معامير خنقول يسموهم regular savers يعني دائما يوفرون أموالهم بهذا المصرف others are more appropriate for those of us who wish to invest a fixed sum يعني شنو يقول وآخرون are more appropriate يعني مناسب مناسبة أكثر يعني هنا others قصد الحسابات الأخرى أكو حسابات أخرى أكثر تناسب أكثر لهؤلاء من عدنا of those يعني من الناس هو وش والذين يرغبون to invest أن يستثمروا fixed sum مبلغ fixed يعني ثابت savings accounts حسابات التوفير benefit people who don't need to access this money حسابات التوفير savings accounts حسابات التوفير المنت to feed يعني أو تنفع تنفع الناس اللي ما يحتاجون to access this money ما يحتاجون هاي الأموال أن يصرفون بها يعني هس حاليا خنقول زايدة عد حاجتهم فيخلوها بحسابات هذا نوع معين من الحسابات فترة طويلة حتى شنو يحصلون منها interest فائد and if we can't forget it and if we can't forget it is there so much the better يعني شنو if we can't forget إذا إحنا نقدر ننسى it is there نقدر ننساها يعني شنو ننساها يعني حتى خليت أموال زائد عن حاشتك حاليا بالمثرف تخليها وين بال saving account حساب التوفير انساها للمستقبل so much the better يعني هو يأفضل ان الفائدة تزيد زين مقطع الآخر financially minded people financially تبعى اللفظ financially minded people who follow the markets invest in stocks and shares يعني شنو يقول financially minded people أكون نوع من الناس يسموهم financially minded يعني عقولهم تجارية financially جاية من كلمة financial يعني مالي يعني متعلق بالأموال عقولهم تجارية يسموهم ذول follow the markets يعني دائما يتابعون السوق والأسهم invest يستثمرون in stocks and shares بوين بالبورصة stocks يعني هاي البورصة والأسهم shares الحصص والأسهم بالشركات مثلا زين for many this can be both a hobby and a way of making a lot of money يعني شنو for many يعني يقول للكثير من الناس قصد هذا ممكن شي يكون كان بي ممكن يعني يكون both a hobby and a way of making a lot of money وهذا الشي المن تستثمر أموالك بالبورصة والأسهم رح يكون بي فائتين شنو ممكن يكون hobby يعني هوية and away وطريقة لكسب الكثير من الأموال زين it is a risky business يعني إنه شنو عمل بخطورة risky يعني شنو بخطورة يعني مجازفة ليش however على أي تحال and there are no guarantees ولا توجد ضمانات guarantee يعني ضمانة يعني هذا العمل ما بي ضمانة إنه تربح 100% يعني احتمال بي خسار the major players in this game are the specialists the major players players اللاعبين major يعني الرئيسيين قصد هنا مو لعبين يعني يلعبون رياضة لا قصد اللاعبين الأساسيين بهذا النوع من الاستثمار اللي هو بالأسهم والشركات في هذه اللعبة قصد اللعبة الأسهم والمضاربات والبورصة والمدرس شنو هم شنو هم دول specialists متخصصين يعني مو أي واحد يجي كل شي ما يعرف بالسوق ويجي خلي فلوسه بالأسهم وبالشركات لا لازم دول شنو يعرف specialists سموهم اختصاصيين you can certainly lose a lot of money وانت بالتأكيد ممكن شنو lose تخسر كثير من الأموال as well as gain it وضافة إلى ذلك تقدر تربح يعني هذا النوع من الاستثمار بالstocks and shares شنو ممكن يكون ممكن يكون تخسر or gain أو تربح and it is not the answer for people who need a fix some at the end of their investment period يقولوا هذا هو مول الحل الانصر هنا بمعنى الجواب أو الحل هذا مو الحل للناس اللي يحتاجون شنو fix some كنا مبلغ fix ثابت at the end of their investment period في نهاية شنو investment period period فترة investment استثمار يعني ذول اللي يريدون شنو تجيهم مبلغ من المال كل راس شهار ويخلي راسة على المخدرة راسة بارت هذا النوع من المضاربة والتجارة بالأسهم وبالأسواق وبالبورصة فهذا ما يفيدهم لأن هذا بيشنو بي مجازفة سمينا شنو risky business عمل بخطورة زي زي نتحول إلى نوع آخر من الاستثمارات money can also be made through investing in property هذا أعتقد مستقر أكثر يعني بي أربح يجوز يعني أكثر من المضاربة بالأسهم والبورصات خنشوف يقول الأموال ممكن أن شنو أن نجنيها through investing in property من خلال شنو استثمار وين بالبروبرتي يعني بالعقار والملكية spending a lot of money to begin with can bring significant profit if the property is sold on at a later date when property prices have increased يعني يقول صرف أموال الكثير من الأموال لنبدأ بها ممكن تجلب أن bring يجلب significant profit profit ربح significant يعني ظاهر أو ملحوظ أو مهم if the property is sold إذا العقار property هنا العقار أو الملك is sold يباع on إذا العقار يباع at a later date في وقت أو تاريخ لاحق when property prices have increased عندما prices أسعار property العقار عندما أسعار العقار have increased ترتفع have increased هذا مضارع تام present perfect ترتفع once again ومرت أخرى there is no guarantee ما كو ضمام that you will make a profit أنه أنت رح تصنع أرباح شلون or even break even أو حتى شنو هذا المصطلح break even يعني لا ربحان ولا خسران سمو break even يعني تعادل يعني حلك بيدك هناك ناس تقول حلك بيدك زين يعني لا تخسر ولا تربح break even but generally speaking ولكن بشكل عام money invested in property is safe يعني الأموال المستثمرة بالإقار is safe آمنة in the long term على المدى الطويل ليش لأن إقار ما علي شي ملك it is this type of investment هو هذا نوع الinvestment الاستثمار that is becoming more and more popular in the UK at the moment يعني شنو شوف هاي مهمة it is this type of investment هو هذا نوع الاستثمار that is becoming more and more popular واللي شنو ده يصبح more and more popular شائع أو مشهور أنا شائع مين in the UK في United Kingdom هاي UK اختصار ما United Kingdom يعني المملكة المتحدة يعني بريطاني at the moment في هذه اللحظة زين people are beginning to see the value of buying a property to rent out يعني يقول الناس تبدأ بمشاهدة أو رؤية قيمة قيمة شراء اقار to rent out شنو من يأجروه the rent pays the installments يعني يقول الايجار انت مشرية اقار رح تأجر فthe rent الايجار pays the installments يدفع منه يدفع الاقصاد شنو هاي الاقصاد من جدي موت اقار من يلك اكو ناس ما قاعدة مثلا فلوس شتسوي تروح للمصرف تأخذ قرض لون قرض تشتري بيع اقار ملق بيت مثلا او شقة وهذا البيت او الشقة تأجر فمن الايجار يدفع الاقصاد للمصرف فيسموها the rent pays the installments الايجار يدفع الاقصاد on the loan على القرض or mortgage or mortgage يعني الرهن and then when the investor needs the money he or she can sell up and realize the profit and then ومن بعد ذلك عندما investor المستثمر needs the money يحتاج المال he or she هو او هي يعني اذا كان رجل او امرأة can sell up and realize the profit ممكن يبيع وشنو realize the profit ويحقق profit ربح this is particularly popular with people who inherit an amount of money who want to do more with the money than let it sit in a savings account يقول هذا خصوصا على وجه التحديد شائع popular شائع مع الناس اللي شنو inherit an amount of money يعني يريثون تيجي ورث فدمبلغ من المال who want to do more واللي شنو يريد يصنع مال اكثر من ما يخليها than let it sit مما يجعلها تبقى في الحسابات التوفير يعني ولكن انا استثمر بالعقار ويجيني اجار مثلا وبعدين اذا احتاجت في الابيعة تيجيني فلوس احسن ما احطها بال saving accounts في الحسابات التوفير بالمصرف however people choose to invest their money whether it is in savings accounts pension plans stocks and shares or property etc etc اختصار اختصار الكلمة اتصار اتصار الناس اختار اختار تستثمر اموالهم يعني فيما اذا بالحسابات التوفير pension pension plans خطط التقاعد stocks and shares بالبورصة والاسهم or property او العقارات اي تي سي يعني اتسترا اختصار ما الكلمة اتسترا يعني الى اخر اتز موال سنسبل دان كيبنج ات انا بوكس اندر ذا بيت عشن يقول انها اكثر عقلانية من الاحتفاظ بها في صندوق اندر ذا بيت تحت السرير جو الفراش مثل ما شنو اجدادنا غالبا ما كانوا متعودين ان يفعلوا ذا يعني اجداد شنو يخلون فلوسهم جو المخد بالمخد جو اللحاف جو الفراش قبل هسه امور اختلفت قاموا يستشمروها بعقار مضاربة بالبورصة والاسهم وهكذا زين كان نوت سي ذا باليو ان سيفين فور اولد فور دير ايج. بعض الشباب كان نوت سي لا يستطيع ان يروا او يعني يروا قيمة ذا باليو قيمة قيمة الادخار فور دير اولد ايج لكبرتهم يعني عندما يكونوا كبيرين بالسن يعني من هو الشاب ما يعرف قيمة الادخار للمستقبل ان يصير شبير بالعمر. عندما يكونون شنو لا يزالون في العشرينيات من عمرهم. بعضهم يعني يقول ما يعرفون قيمة الادخار للكبر. هناك الكثير من شنو متقاعدين. هناك الكثير من الناس المتقاعدين اليوم والذين يتمنون. لو كانوا عملوا او استثمروا اكثر باموالهم عندما كانوا اصغر. ان شاء الله اه بالفيديو اللاحق او نخلي لكم نسوي لكم اسئلة عليها. واندزل لكم اياها بصورة بعض الاسئلة المهمة اللي تجي بالامتحانات خصوصا الوزاري. قر لك. التوفيق. موسيقى